بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلاب في استكمال اختبارات الفروض حول النسبة في المجتمع كنا بدأنا بمثال في الدرس السابق حنستكمل مع بعض الأمثلة التوضحية لاختبارات الفروض حول النسبة في المجتمع المثال الثاني بيقولي إذا كانت نسبة مرضى ضغط الدم في مدينة أبهى في عام 2008 هو 28.8% وفي عام 2016 اخترت عينة من سكان هذه المدينة حجمها 1283 هذه هي الان فكان من بينهم 320 شخص من مرضى ضغط الدم إذن من يتميزون أو يتصفون بالصفة اللي هي مرض ضغط الدم 320 من 1283 هذه النسبة في العينة فلتدل هذه النتائج على انخفاض نسبة المرضى بين عامي 2008 و2016 انخفاض النسبة يعني أن النسبة ستكون أقل من 0.288 أو 28.8 في المية استخدم مستوى معنوية ألفة خمسة في المية علما بأن زد ألفة بتساوي واحد أربعة وستين زد ألفة على اثنين بتساوي واحد ستة وتسعين طبعا كلنا عارفين أنه هنستخدم هذه القيمة إذا كان الاختبار زو طرف واحد نستخدم هذه القيمة إذا كان الاختبار زو طرفين الحل سياغة الفروض الإحصائية فرض العدم البي بتساوي 0.288 حصلنا على هذه القيمة بقسم 28.8 من 10 عالمية الفرض البديل بيقول لي حطن خفض النسبة يعني تكون أقل من 0.288 طالما أقل باختبار زو طرف أيسر نحسب إحصائية الاختبار معا طبعا القيمة أو حجم العينة كبير إذا نستخدم إحصائية الاختبار زد زد بتساوي بي هات نائس بي زيرو مقسمة على الانحراف المعياري اللي هو عبارة عن بي زيرو في واحد نائس بي زيرو على الان البي هات كانت عبارة عن 320 من 1283 كما ذكرنا بتساوي 0.249 ناخد المتين تسعة واربعين هذه المناسبة لقيمة أو الموافقة لقيمة البي هات نقص منها قيمة البي زيرو 0.288 ثم نقسم على القيم من الاتش زيرو من البي زيرو اللي هي 0.288 مضروبة في المكمل الخاص بها اللي هو هيكون 0.712 مقسومة على 1283 هنلاقي انه الناتج عندي بيساوي سالب 0.039 مقسوما على 20 من 100 على 1283 يساوي في النهاية سالب 3 وتسعة من عشر هذه قيمة زد المحسوبة 3 نحدد القيمة الجدولية بناء على نوع الاختبار عرفنا طبعا وعلمنا انه اختبار زو طرف واحد ايسر اذا نستوى المعنوية الفا لن يتم تقسيمه نبحث او نوجد القيمة الجدولية زد الفا عند طرف واحد اذا لن يتم تقسيمها وبالتالي استخدمنا القيمة المعطاة الاولى اللي هي كانت بواحد واربع وستين طب ولماذا وضعنا الاشارة السالبة لانه قلنا انه اختبار زو طرف ايسر اي ان المنطقة المزللة ستكون ناحية اليسار واحد اربعة وستين بالسالب لانه متماسل حول الصف القيمة المحسوبة سالب 3 وتسعة من عشر واضح طبعا انها تقع في منطقة الرفض وهذه القبول بخمسة وتسعين في المية ده توزيع زد اربعة او الخطوة الرابعة في الاختبار اتخاذ القرار بما ان احصائية الاختبار او احصائية الاختبار زد وقعت في منطقة الرفض اذا القرار هو رفض فرض العدم وبالتالي نقبل الفرض البديل اي ان نسبة مرضى ضغط الدم في عام 2016 فعلا ستكون اقل من نسبتها في عام 2008 بمعنى ان النسبة انخفضت بين العامين 2008 و2016 المثال الثالث على النسبة اذا كانت نسبة الوحدات التلفة لاحدى المصانع بتساوي 30% هذه هي البيه اخترت عينة مكونة من هذا هو حجم العينة ان فكان من بينها 350 هؤلاء هم من يتصفون بالصفة اكس فهل تدل هذه النتائج على ان نسبة الوحدات التلفة تزيد يعني حتكون اكبر من اذا ولادي على طول حيقولوا انه اختبار زو طرف ايمن من انتاج هذا المصنع استخدم مستوى معنوية الفة بتساوي واحد من مية علما بان زد مع طرف واحد بتساوي كذا اثنين تلاتة وتلاتين زد ذات طرفين بتساوي اثنين فاصل خمسة سبعة خمسة الحل بنصيغ الفرض الاحصائي فرض العدم بي بتساوي هذا هو فرض العدم بي بتساوي صفر فاصل تلاتة من عشرة فرض البديل اتش واحد بي اكبر من صفر تلاتة من عشرة اذا طالما ان الفرض البديل فيه اكبر بنقول ان اختبار زو طرف ايمن والمنطقة المرفوضة او منطقة الرفض ستكون ناحية اليمين حجم العينة كما علمنا انه الف كبير فحنستخدم احصائيات الاختبار زد والمحسوبة عن طريق القانون بي هات نائس بي زيرو على البي زيرو في واحد نائس بي زيرو على الان البي هات بنحسبها تلاتة مية وخمسين على الالف هتساوي 0.35 اخد الضفر فاصل خمسة وثلاتين 35 من 100 أنقص منها القيمة الموجودة في ال H0 اللي هي 30 من 100 مقصوم على 30 من 100 في 70 من 100 أو 1 ناقص 30 من 100 أقصم على حجم العينة N الناتج هنا 35 ناقص 30 بتساوي 5 من 100 مقصوما على 21 من 100 على 1000 ساوي 5 من 100 على 1 من 100 بتساوي 5 هذه قيمة زد المحسوبة القيمة الجدولية معطاة في التمرين ولكن ترك لي الاختيار إما أختار أنها تكون بألفة أو ألفة على 2 طبعا عارمنا أنه اختبار زوطرف أيمن إذن سنختار ألفة فقط قيمة زد كانت معطاة بـ 2.33 منطقة الرفض تقع ناحية اليمين يمين الـ 2.33 هذه الزد وهذه متماسلة حول قيمة زد المحسوبة 5 تقع في منطقة الرفض إذن قراري في الخطوة رقم 4 بما أن إحصائية الاختبار زد وقعت في منطقة الرفض إذن القرار هو رفض فرض العدم H0 وبالتالي نقبل الفرض البديل أي أن نسبة الوحدات التاليفة في المصنع أكبر من 30% من الوحدات المصنعة بدرجة تأثقة 99% في المياه ترجمة نانسي قنقر